لما حصل خلاب من سيدنا النبي وبين السيدة عائشة و أباكر الصديق رضي الله عنه و أرضاه والد السيدة عائشة حضر و طبعا الرسول بيحكي أصل الحكاية والسيدة عائشة قالت له يا رسول الله اقصد ولا تقول إلا حقا فسيدنا أباكر غضب و ضرب السيدة عائشة و لطمها على أنفها فسألت دم منها فاحتمت برسول الله عليه الصلاة والسلام فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخلقة و مسح لها الدم وسيدنا أباكر قال لها يا عدوة نفسها يا عدوة نفسها و من يقول الحق إذا لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام من اللي حيقول الحق إذا ما كانش حيقوله النبي عليه الصلاة والسلام فاحتمت و راح يضربها مرة تانية فاحتمت برسول الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما لهذا دعونك يعني ما دعناكش عشان تضرب ابنتك شوفوا سيدنا النبي شوفوا رقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا رحمة سيدنا النبي شوفوا عطف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز اقول لكم حاجة كمان مهمة جدا تصوروا حضراتكم ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لسيدة عائشة ويقعد معها كده كان بيحورها وينقشها ويكلمها كان بيقول لها ايه عليه الصلاة والسلام كان بيقول لها يا عائشة والله انني لا اعلم غضبك من رضاك يا سلام ام تتب راضي عني ام تتب غضان علي قلت له كيف تعريفه رسول الله قال لها يا عائشة إذا رضيت عني قلت لا وإله محمد وإذا غضبت علي قلت لا وإله إبراهيم فقالت له نعم لما أزعلن منك إنما أهجر اسمك ما جيبش اسمك على لساني شوفوا أدب سيدنا النبي شوفوا إحوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته يعني ممكن المتصل الكريمة المشاهدة الكريمة أم إسراء اللي بتشتكي النجوزها ما بيصلهاش إنه هو ما بيتكلمش معاه معينه في السنة قلت له كان بيكلم يا طرق إيه اللي حصل هو أكيد حصل يا أم إسراء ملل زوجي فليت تغيري يعني إيه تغيري يعني أنت عودي تكلم معاه راجل بقاله خمس سنين وكان بيكلمك في أول سنة إيه اللي حصل عشانه ما بيكلمكيش أنت حاولي أنت تتكلميه عودي كده تتكلم معاه أو عودي نخشيه غيري شكل البيت كده مثلا شكل الصالون شكل يعني يعني اعمل حاجة عودي نخشي جوزك دايما كده حاولي كلميه مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله ربنا يهدهولك ويصلح لك الأحوال ويصل لك كل أمر عسير إنه ولي ذلك والقادر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وسبحانه وتعالى على كل شيء شكرا